ازاي يقوه عاملين ايه يا ربكونا بخير النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم النهاردة معي فيديو كده صغير كده ان شاء الله كده يعجبكم اه حاولت بقى اصور كده الحاجة اللي وراي انا ما عملتش مجهود جمد ولا حاجة انا بس حبيت كده اعمل شوية الحبشتكنات اللي وراي طبعا يا جماعة معلش انا اسفة والله على صوتي بس اعمل ايه لو الفيديو ينفع سيبه كده كنت سيبته مضطر ان انا اسجله طبعا صوتي تعبين من كتر الكحة اللي انا بكحها فالله المستعين يعني الحمد لله عشان اقولت لكم يا جماعة قلت لكم صوتي الكاروان ده يتنظر 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 يا نظري لش والله انا مضطر ان انا اسجل الفيديو متركزوش مع صوتي ركزو مع الروتين اللي انتو بتحبوه المقام بقى متنسونيش في اللايك وفي الكومنت كده والله العظيم عامل الفيديو وانا تعبينة يعني الحمد لله على كل حال اه كنت اقلالكم الفيديو اللي عدة ان انا وراي غسيل هاخسله بس قلت ايه اخسله بالليل على مهلي لاني زي ما قلت لكم كنت رايحة مشوار وكده يدوبة خلصت الفيديو اللي انا عملته معيكم اخر فيديو بعد كده نزلت مشواري وجيت غسلت على مهلي بالليل الكلام ده كان مبارح وانا اشارت الغسيل كله قلت بصي يعني انا مش مهمة عندي البلكونة كلها اكون مليانة جوه وبره بس مهمة ما يبادش الغسيل عندي ايه يبقى عايز تغسل وكده بيبقى احسن يعني تقومي بس تشيل الغسيل وتقولي اعتبقه على طول جال يا جماعة حطوا اللايك كده وسعيده قلبي كده ربنا يا سيد قلوبك يا رب الواحد والله مهما يكون تعبين برضو بيحاول كده يشوف الوراء ويحاول يشوف شغله كده فقال له المستعين كان عندي بقى كمية الغسيل اللي انتو شفتوها ديت انا دخلتها كده وروحت قفلة بقى البلكونة البلكونة كلها ايه صاد كده وحرف قفلتها حين بقى جبت كل الغسيل ده وقلت ايه عبتدي ايه ان انا طبقه كده معيكو عشان اخلص منه طبعا هتقولي يا وفاق ما كنتيش اسجلت الفيديو وانتي تعباني يا وفاق طبعا اعمل ايه يا سيب الفيديو كده عشان اقولتلكو عشان اقولت صوتي كاروانة ناظر صوتي كاروانة ناظر لو لسه جديدة معايير سلت الكل لا اخدت جولة في القناة هتلاقي صوتي اجمل من كده بكتير ده انا كاروان اه يا نعم مهما يكون فيها يتلقوني برضو بضحك بطلش انا انا مبطلش دي احلى حاجة فيها يا اختي دي احلى حاجة فيها بصتي مهما يكون فيك ايه اتحكي مهما يكون الناس اللي حواليك تسد النفس اتحكي وتبصتي وما يهمك ايه الممي مزاجك ما يتعكرش الممي بقى انا ايه انا ايه اللي عملت كده لي ايه اللي انا ايه مالي مالكة وفاق تعب يا جماعة تعب تعب ما تركزوش لو ينفع ان انا سيب الفيديو كده هسيبه انا مش قادرة ان انا سجله خالص والله قلت بقى ايه طبعا كلنا ما بنحبش ان احنا انطبق الغسي المعظمنا يعني معظمنا فانا طبعا قلت ايه في اول يعني ما هبتدي اصور الفيديو انا هخلص منه دخلت لميته كله كده من البلكونة وقلت يلا مرة واحدة كان فيه كم تي شيرت كده لسه مبلودين شوية فروحت عادي من اطورهم كده وسبتهم ياخدوا ايه ويدوا كده مع نفسهم لحد ما ينشفوا بعد كده اشيلهم بالليل النهاردة بقى كنت عايزة اعمل رز المعمر وكان في حد فيكو قال لي وفي اعمل رز المعمر الحلو معنا فالنهاردة عامل رز المعمر حلو لاني هانا بنتي كان نفسها فيه وانا يعني بقالها كتير بتقول لي عليه وانا قلها حاضر وكسل وكده فالنهاردة قلت كده عمله لها بما اني ما عنديش شغل كتير ولا ما طغوطها اول حاجة فقلت عمله لها كده بعدت جبت لبن كده وقلت عمله لها طريقته سهلة جدا وجميلة وهتحب ان انتي تعملين بس قلت اخلص من القتيل اللي قدامي دوات الاول يعني حبشت كانته كتيرا الغسيل ده اشي كبرتيات على اشي ملايات وهنا كوكا بقى كانت هانا ديتها شوار وعملها ايه عملها تقول لي يا مومة يلا صراحيني يا مومة يلا صراحيني فعملها ولا بس خلص الغسيل حاضر نرفزيتني من الزن بتاعها كان جاي اللي بقى تليفون وانا اصلا يعني بص كنت وقفة مش قادرة اسيسا فعملها ردي على التليفون بالعافية وعملها تطبق الغسيل اللي قدام بس قلت لما فرر والله لا اخلص منك انا هين علي اجي في نص الغسيل وقوم سايبه بس قلت لاخلص منه بص بقى انا بطبق الغسيل كده والناحية التانية يعني السرير التاني ده بحط عليه الحاجات اللي هي هتتعلق اللي هتتعلق على الشميع وكده يلا يفوف خلاصي من الغسيل يقلب امك ودخول لي بقى شوف اللي وراكي كده والله يكن النهاردة كان في ايه كان في حاجات تانية هعملها بس يعني انا قلت لأ بتاقلش على نفسي قوي انا هعمل كده حاجات خفيفة خفيفة والغلطة اللي انا عملتها النهاردة وممكن هي تعبتني جدا انا يعني مش عارفة ازاي فاتتني كان ممكن نأجله يوم تاني ولا تنين السلم يعني انا مش عارفة كان دماغي فين بس كلنا كده يعني في حاجات بتفوتنا كده والله يعني مفروض انا ما كنتش كناس تستلم خالص ولا شميت ريحة التراب دي تحسيت ان انا بعدها تايبت اكتر يعني مش هادر ان انا تكلم وكذا مرة تقول لي وفاق البيسي ماسك ووفقتي انسى برضو اهمال ايه هو ده الاهمال بتاعي او والله العزيبة انسى يعني اطلعي جريبت خد الفرشة والمقشة وطلعي بتوه بقى بنسى حماس خدني وانسيت فما كنتش المفروض ان انا عامل السلم النهاردة بس هعمل ايه خلصت بقى الغسيل وسبت هنا تشيله كده وراها وروح تصرحت كنده اهو كانت بقى اخدت الشوار بتاعها كده بصوا رغم ان احنا في الصيف يعني انا كان ممكن ادي الشوار لكنده الصبح واضيها شوار تاني بالليل من ساعة الضر الوحش اللي اخدته ده لان يعني انتو عارفين بقى البرد بتاع الصيف ده صعب قوي وعديني شفتوا النتيجة انا اخدته منها وعديني تعبت فما بردش ان انا اديها شوار كل يوم رغم ان احنا في صيف والمفروض عادي كل شوية ان انا حميها او كده لأ وانت خلص خليها يوم ويوم بس طبعا كل شوية بغير لها بصرح لها بزبطها كده يعني اصلاق ديها وشها كده طبعا النهاردة شوار لاني مبارح ما كانتش ايه خدت الشوار المتين بتاعها ده انا بعودها على القصة هي ما بتحبش من انا اعمل لها قصة خالص بصوا ما تحبهاش تنزل على وشها مين فيكو كده انا كمان كده يعني مين ما اعمل قصة برضو ارجع ارجعها الورقة فبحاول ان انا عودة عليها يعني بحاول زبطها بقى كده وحطت لها مخمرية عشان رحتها كده بتبقى جميلة كده بتفرح بها قوي اول ما جا حطت لها بص للكاميرا يعني فرحانة نية بتحطها رحتها جميلة قوي قوي خلاصي بس كده تعالوا بقى نعمل الرز بمعمر الحلو كده ايه مع بعض انا هنا غسلة كيلو رز وغالية اتنين كيلو لبن تمام لو هتعملي نص كيلو رز يبقى كيلو لبن خلويس خلويس حطيت بقى كده في الصينية بتاعتي كده وهنا رحت منزلة كده مع لقتين من السبنة هقلب بقى بيها الرز كده انا طبعا جسلت ان انا البس القلافز وافضل ايه اقلب في الرز بالسمنة قلت لا اوه يتقلب بالمعلقة ايه يعني انا هعمل شغلان علي هنا بقى جبت اللبن وحليته كده بالسكر اللبن طبعا مغلي وسخني يعني اول ما يغلي بطيدي اشتغال على طول في الايه في الرز المعمر بتاعي كان محتاج شوية سكر تاني برضو حطيتله وحطيت كسين فانيليا بس كده اللبن بقى حلو عشان طبعا السكر يدوب كده في الايه في اللبن اضفت بقى على اللبن كده رقيت شوية سكر كده في الحلة فاخدتهم كده بشوية اللبن طبعا قلت خسارة يعني خسارة هو اللي انا بقوله ده خسارة شفتي والله صوتي بيطاحها من النص يعني كلمة خسارة بتطيطع مني وانا بقولها خسارة بص اه مش عارفة علي صوتي مش عارفة علي صوتي خالص بلاقي صوتي غلق ومش عارفة ان انا اكمل يا فوفة اللي انت بتحطي ده بقى دي اشطة يا جميع اشطة دي اشطة انا محوشها من وش اللبن جميلة قوي قوي ما اقولكمش كده على طعمتها فقلت بقى حطي منها كده على الوش بتدي رحة حلوة قوي للرز وبتخليه رحته طعمه كده جميلة اهو بس كده بس عملنا صانية كده محترمة وخطيرة دخلها بقى بفرن الفرن الكهربائي عندي بين فوق وتحت بيشتغل مع بعض يعني فرن وشوايا مع بعض فدخلتها كده على درجة حرارة 180 تاخد بقى زي ما تاخد يعني اهو الصانية بقى دي بتقعد معهم كده يومين ولا حاجة بتبقى جميلة كده تحلية بالليل يعني وتغير بيبقى طعمه حلو قوي يعني النفسي اللي مجربوش يجربوه حلو قوي اهو ناشاية للصانية فكانت سخنة فبصوا ببطء خالص خايف عليها هنا كنت جايبة كيلو مسحوق فقلت فضي كده معيكو عشان المسحوق اللي عندي كان خلص وجبت ايه تاني اللهم صلى على النبي اه جبت برضو كيلو صابون عشان الصابون اللي عندي خلص اهو كان فضل شوية صغيرين يعني فالحقت يعني مش هستنى ايه ما يكونش في خالص ايه طبعا تعفين اكل شوية شغالة يعني زبت شوية الصغيرين دول قلت كده كده انا هصبن ايه اه المواعين وكده بسكت شوية المواعين دول كان بعد الفطار وكده قلت بقى ايه يعني اخلصهم عشان تعرفين انا بحب اسيب الحوت كده نضيف قبل ما اخرج مثلا انا هشوف هعمل حاجة برا او هسوي ايه فبحب ان انا فضي الحوت خالص يعني والتشطب كده عليهم عشان بيبقى منظر الحوت صعب كمان زي ما انتو عارفين بخاف مثلا الكهربا تقطعوه لحاجة لو اني ربنا يعني يجعل كلامنا خفيف عليها بقى لها يومين ما قطعتش انتم متخيلين بقى لها يومين ما قطعتش الحمد لله الحمد لله واخر واحد عارف يصور عارف ينزل الفيديوهات في معيده يعني بقى ما انا كموضوع الكهرباء ده مضربكنا قوي يعني الحمد والله على كل حال مش قدر اتكلم كتير معلش يا جماعة عزروني والله عزروني بس انا قلت برضك ايه لبتوقفيش شغلك يا بيتش يافوف قوي توقفيش شغلك بس عارفين كده كده من غير تصوير انا هعمل برضو الكلام ده يعني اكيد شوية معين زي كده مش هيتسيبه شوية غسيل برضو هيتلمه فعادي بقى نفتح الكاميرا بالمرة يعني اهو قلت على طول على طول هنا طبعا الحنفية ففي بتاع دوت خلط بتاحه ده الجزء اللي هناك دوت باز فمستنين بس تنجيب ايه بقيته كده يعني جزء بيستلحها يعني بس ايه هو ما كانش موجود بقى انه يكملها عمل لي كده فيها يعني زبطها كده فيها بالليل وصحي تاني يوم مشي ما يمشيش من الدنيا يا رب اه 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 انا اسفع يا جامعة فقال لي بقى لما ايجي بقى زبطها وكده لانها خرفت كده وبقى التنزل المية وما تقفلش المية خالص وتجنيلت فعلها فبوزت يعني اهو هنا بقى نلم شوية المعالي ايديت على طول على طول تلاقي درج المعالي عندي في الحوض درج المعالي كل كل بنعمل تحدي بنعمل تحدي على المعالي انا والعيال مش هارفة ليه هنا برضو صبي انت كده الحوض كده بالصابونة البلدي ديت بس كده خليته زي الفل وندف وبقى تمام نخش بقى على ايه تاني او لما ما خليك في حالك فالطراب كله بيخش فين بيخش جوه الشقة تاين لازم ان باب الشقة يكون مقفول خرجت بقى انا ايه كنست السلم ومسحته وبعد كده انا لتلكه صدري قفل خالص مش ادر اتكلم وافتكرت قلت يا نار بيد ايه يعني انا عندي كحة واروح اقلو السلم وطراب وكلام زي كده يعني عقلك فين يا فوفة بس معلش يا جماعة ساعة العقل بيبقى راجح يعني جزيت نسيت فعلا والله سبحانك يا رب يلا كل شيء نصيب الحمدلله على كل حيل شكر الله سعيكم من جلكمش في حاجة وحشة يا رب مين مات يا وفاة فيش حد يا جماعة فيش حد يا راحت فين فوفة انت يا حاجة انت يا اما طلع يا اما روحتي انت نزلت على سلم الجران ولا ايه انا باخد الكام سلمة برضا اللي بيني وبين جرت اللي تحت عشان ما يبقاش برضو تراب طرع عليها ولا حاجة عشان ما دايقهاش يعني عيب برضو حرام يعني قبل ما يكون عيب هو حرام برضو يعني حستني فيش شغية تراب ويقى ولا حاجة والله مش بوريكو نفسي ايه هو ده الصح انا سعب بك نص لها كمان نص السلم عادي يعني اقول عادي عشان انا مثلا فوقيها فممكن اكون بطير احتراب ولا حاجة وانا مش واخدة بيني اقول مسلا نغضلها كم درجة كده ان يبقى قدام باب شايتها نضيف مفيش حد برضك ايه يزعل منك لا دا عيب ولا حرام ولا ان انت مثلا خايفة من حد احترام دا بيبقى اسمه احترام يعني انت بتحترمي نفسك وبتتقل ليه شافيه ناس بتاخد العمال دي يا جماعة لا دي خايفة من جارتها لا دي خايفة لا ما فيش هيسمها خايفة والله في حاجة اسمها ان احنا راعي بعض هتراعي يعني انا هرعيها اكيد هتراعيني احترمها اكيد هتحترمني هتقل لها لا اللي هتقل لها فيها برضو فانا عشان انا فوق بحسي وانا بكنص عبطير كده قدام الباب عندها دي حقيقة فباخد لها عادي قدام باب الشقة حتى بلمعه حتى بالشارشوب عادي ولو حسيت مثلا لا انا التراب زيد ممكن اخد لها نص السلم عادي ما يجراش حاجة ما بحبش انا كبري في كده يعني ممي خلصت السلم الحمد لله خليته زي الفل وانتهيت انا انتهيت انا بعد تجيبت بقى ايه فور كده للبلغم لاني حاسة لانا اصلا يعني مكتومة مش عاففي ايه بالزبط او الله العظيم اللي عارف اكوح والعارف اطلع السوت عالي فالولي بقى على الفهور ده فبعد تجيب وهنا الزيت كان واقفة مستنين اطلع عشان ينزل بصوا بقى صانية الرز الامر طلعت كده من الفرن ينهر ابيض على جمالها طبعا هستنيها ان هي تبرد خالص وبتدي ان انا اطعها له عشان اا ما تتفرولش كده معيه يعني بعد ما تهد خالص واطحها بتبقى بقى قطع كده يعني خرطة بخرطتها كده حلوة ويرايكو بقى في الفيديو البسيط ده انا كبع مع الف سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة